ينضم إلينا من بغداد نجم القصاب رئيس مجموعة المورد للدراسات والإعلام سيد نجم يعني وصفك أو توصيفك لهذه الضربات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق أو مواقع عسكرية شرق سوريا هل يمكن اعتبرها رد على الضربات التي وجهت إلى المواقع الأمريكية في بغداد تحية طيبة لك بالتأكيد يعني أولا هذه ردة فعل قوية لم تكن حقيقة هي مفاجئة للآخرين لكن كانت مفاجئة للذين كانوا يعولون بأن بايدن قد يختلف عن ترامب ولا يستخدم السلاح والضربات على هذه المواقع الرسالة الثانية بأن بايدن سيكمل ما أنتجه وما عمله الرئيس الأسبق أوباما خصوصا في سوريا لأن هناك كان على ما يبدو المخطط الأمريكي لا يسمح بالتوغل الروسي ولا التوغل الإيراني أو السيطرة والهيمنة على الأراضي السورية لأن هذه الحكومات حكومة بايدن وأوباما والديمقراطيين اتهموا ترامب بأنه كان متفق مع الروس خصوصا في الانتخابات وكذلك على توزيع الأدوار في الأراضي السورية وجعل بأن بايدن عندما قام بهذه الضربات رسالة واضحة بأنه سوف لن يخضع للضغوطات الإيرانية ولن يذهب إلى التفاوض لخمسة زائد واحد لأن على ما يبدو بايدن في هذه الضربات قد أعاد كل ما يفكر به الإيرانيون بأن بايدن سوف يأتي إلى التفاوض ولا يذهبون إليه سيد نجمي هل تفهم إيران هذه الرسائل الخفية؟ هل سيكون لها ردة فعل سواء عسكري أو على الأرض أو فيما يتعلق ببنود الاتفاق؟ أنا أستبعد ذلك إيران أولا لا تتصادم مع الولايات المتحدة خصوصا على الأراضي العراقية والسورية لأن الولايات المتحدة وبعض الذين يحاولون استدراج الإيرانيون في هاتين الدولتين السورية والعراقية للتصادم والتبارب لقد ربما يكون تصادم بين تل أبيب وبين طهران خصوصا عدة مرات الحكومة الإسرائيلية هددت المصالح الإيرانية وهددت حتى المدن الإيرانية تكون هناك ضربات لربما تكون شاملة ومنتشرة على أغلب القواعد المهمة والحساسة إذن على ما يبدو بايدن بهذه الضربات أعطى رسائل المشكلة الثانية بأن بايدن اليوم وحتى التصريحات في أقليم كردستان من قبل وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين بأنه قد تحدث على لسانه بأنه ليس هناك مقاومة في العراق وإنما خارجين عن القانون وهذا يعني أن هناك تصعيد حقيقي بين أقليم كردستان وبين إيران وبين أقليم كردستان وبعض الفصائل القريبة من إيران هذا لربما كل هذه المتغيرات إذن تتوقع أن يكون لهذه الميليشيات رد فعلا على الأرض في ضوء ما تشير إليه؟ إلى الآن لا إلى هذه اللحظة ليس هناك أي ردة فعيل لا على المستوى الإعلامي ولا على المستوى التهديد وهذا يعني لربما يكون هناك نوع من التعتيم وعدم التصعيد بين هذه الأطراض إذن من بغداد نجم القصاب رئيس مجموعة المورد للدراسات والإعلام شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر